السلام عليكم شباب معكم علي وتاكو جيمر هاي صارت الساعة خمسة بتوقيت السعودية من اتباكتكم على البث المباشر هتوفر تحديات مايدس وحتى طور اللافة توفر اخيرا ان شاء الله بس صور كل الفيديوهات يعني يا شباب راح افتح بث مباشر نجرب طور اللافة فعشان اليوم فيديو اليوم راح نشرح فيه تحديات مايدس متل ما كم شايفين فيه تحديات صراحة تحديات جدا نسطورية هتعطيكم اول شي اه هذه العناصر باول خانة هتعطيكم شنطة على شكل وردة وبخاخ وقلايدر اما بالنسبة تحديات الثانية فيه تحديات السا كمان شوفوا هاي لمايدس فيه بكاكس عشكل القرش وعنكم بخاخ زيوس وبخاخ زيوس كمان يعني عنا بكاكسين بشكل مجاني وقلايدر تقدر تقولوا فهي تحديات اليوم راح اشرح لكم يا هاي يا اخوان قبل ما نبدأ اللايك والاشتراك الله يسعدكم لا تنسونا من كود الدعم اي واحد تسعة قبل شراء اي شي من الايتم شو الله يسعدكم ويلا خلونا نبدأ بشرح التحديات نشرح اول شي الخانة الاولى واللي هي نهوض مايدس طبعا يا شباب النهوض مايدس تحلوها بالجيم العادي خلينا نشرح لكم ياها بيجلك اجمع السبائك في المرحلة الاولى ميتين ذهبة ننزل نحل التحدي على السريع مع بعض اوكي شباب لقيت قزنة شان ضغري نحل معنا تحدي الدهب يا سلام ضغري بناخده وتبدأ المرحلة الثانية متحديات اوكي خلاص اول تحدي يا اخوان تحدي الثاني شو بيقلنا بللك افحص زنزانة سجن مايدس اللي هي هون مكانها فهنروح نلاقي جناح ونروح له هنا بسرعة يا اخوان اوكي انجلاتنا بالجيم اللي فات يا جماعة مكان زنزانة مايدس هنا هنزل نفحصها على السريع هنا شباب في علامات تعجب تحت ايوه ننزل عليها هيك ايوه في اول علامة تعجب الباب تاني علامة تعجب الكرت تالتة وين كنتين اوم فوق فوق التالتة اوه هي سلسلة كسرها مايدس يعني اوكي ونحل معنا التحدي التاني يا اخوان التحدي التالت بلق اصب احد الزعماء لا ثاني التعاون مع تحقيق هروب هاي دس مادري حاطي لي اه اشياء هنا هروح لعندها يا اخوان اوكي حاطي لي طاولة تحديات نكبس عليها متابعة هرب عبر هروب اوكي ايك نكبس وخلص تحدي المحلة الثالثة يا اخوان جدا سهلة اوكي شباب هاي لعينة السلسلة اخيرا اه التحديات شد قول خلينا نقرأها بلق اصب احد زعماء استريوس باستخدام سلاسل هايدس نحطين هون هايدس نجلده ونقدر تمام ندمش فيها نخلصها التحدي بالمرة فنروح نخلص تحديات سرية يا اخوان يا جماعة نجي لعند هذا باكون معنا السلسلة نكسر له التمثال طبعا نقل له ابلع بعدين تحاول نجلد بالسلسلة ايوه ابلع اتبعوا جدا مزعجين يا اخوان اعطوني امتكت ايوه ابلد هاي دي السلسة ايوه اجانا نفض نجلده بالسلسلة ايوه اخلص تحدي طيش وبالتحديات اللي هون جدا سهلة يعني بيلك شد الهياكل فوق الحمى والبركانية يعني ما في دايش راحكم يعني تكون مشبوكة بالحمى والبركانية بعدين بيلك استخدام سلاح للحاربة اللي سحب اللاعبين تتذكروا داك سلاح اللي كنا نصغيت فيه السمك فكلي عليك انك بس تسحب فيه اللاعبين الى اللافا يعني جدا سهل بعدين بيلك اقضي على اللاعبين قبل لمس الحمى والبركانية لازم تجلد اللاعبين قبل ما تلمس انت اللافا قبل ما تلمسك اللافا كمان جدا سهل فما بعرف تحتاج شرح واخر شي بيلك استخدام منصات الاستضام الصغرى او المناطيد منصات الاستضام هاي شباب مثلك راجباد هاي اللي بتزدت على الارض فبس يعني الشغلات اللي بتطيرك يعني استخدام معاشم مرات وبيخلص كمان معك التحدي وهي كالشباب شرحت لكم كل التحديات وطبعا بشرحكم معها بالجهزة الثانية هي التحديات بشكل عملي لانه الصراحة دخلت الطور الطور جدا صعب يعني عشان هيك معرفت اش رح تكون اياها بشكل عملي فعشان هيك هاي شباب شوفكم ان شاء الله في مقطع جاي السلام عليكم يا عمي بنيت بهرام فوقي هاي هاي ابني يا اسف ارباطة شواح بالبذ بالجيم بالجيم مرة اريد اخبار الوقت ثق مرح 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 تأتي لهم هل يمكنك أن تسجل؟ ما هذا يعني؟ ما هذا يعني؟ ما اسمه؟ لا هل يمكنك أن تسجل؟ هل يمكنك أن تسجل؟ هل يمكنك أن تسجل؟ ما هذا يعني؟ أسلخ 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 هل يمكنك أن تسجل؟ هل يمكنك أن تسجل؟ مهلا؟ أين تلاقي؟ لا أعلم لم يكن هناك فلسجل لا أستطيع أن تسجل ماذا يمكنك أن تسمحكم؟ بذلك أكثر 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 ها 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 لا اخرج النابل لم يتم العديد قم يطلق اولا يجب ان تفتح المنابل الان كسر كسر اتطلق ايجا الا ايجا اخنا باي اخنا واحد ايجا هل تفتح هان تفتحه لا 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 اا ابني اا ابني أعطيك